أنا صحفي أنا مسؤول حملة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أنا صحفي أنا مسؤول هو شعار لحملة توعوية أطلقها المركز الليبي لحرية الصحافة بمناسبة يومها العالمي استهدفت ما يقرب من خمسمائة صحفي محلي ويرى عدد من الصحفيين أن الحريات الصحفية في تقلص ولكن هذا لا يخفي غياب المسؤولية الاجتماعية عن عمل الكثير منهم غياب التنظيم في مفتاح الصحافة والعلام والتنظيم الذاتي والضبط الذاتي كان سبب رئيسي في زيادة عدد الانتحاكات وزيادة عدد الجرائم لعادة الترتكب وهذا الأمر سبب هذا الأمر هو زيادة نسبة الخطاب الكرهية والعرف في نسبة إخلالات ميهنية اللي عادة نرتكبت في وسائل العالمي نحن أمام تحديات كثيرة التحديات الأمية والتجاوزات المهنية لم تغب عن تقييم المراقبين الدوليين بل اعتبر في هذا السياق ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتين كوبلر الذي شارك اليوم بكلمة مسجلة أن الإشاعات تنتشر وتتناقلها وسائل الإعلام التي تفتقر إلى المهنية وتكون في بعض الأحيان عدائية من جانب آخر دفع كوبلر عن استمرار وشجاعة الصحفيين في ليبيا قائلا إن تسعة من الصحفيين قتلوا وتسعة آخرين اختطفوا على أيدي جماعات مسلحة ولكن رغم هذا الواقع فإن مطالب تمسك الصحفيين بتطبيق المهنية والالتزام بالمعايير الصحفية في عملهم ما زالت هي الأولى لا يوجد حرية للليبي لأعلام الليبي لا يوجد حرية أنا كصحفية ليس لدي حرية لدي خطوط نطالب يعني من حكومة من مركز الليبي لحرية الصحفة أن يهتم بالصحفيين في هذه الفقرة مرحلة صعبة وخطرة وصلت إليها الصحفة وفقا لأمين عام مرسلون بلا حدود الذي أوضح في كلمة بثت أن الصحفيين باتوا محاصرين بين سندان الميليشيات ومطرقة السلطات المتعاقبة على حد قوله هذا هو الواقع ولكن الصحفيين الليبيين يعملون رغم الضغوطات الأمنية والمهنية في انتظار أن تحمل بقية السنة تحسنا مهنيا وأمنيا ترجمة نانسي قنقر